ضيف العزيز أستاذنا رسوس دكتور سيد الأخرس أهلا بك دكتور أيني عايزة بتاع الحوار المثير ده لأننا عرضه فيه مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسيري مهم جدا لكن هو السؤال اللي أنا طول الوقت طول ما أنا جاي بسأل نفسي لماذا بطارة الرحمن المهاجرات الآن؟ سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانة الرحم المهاجرات أنه خارج مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة؟ ولا هو كيان كامل لفلسفة وليه أدواته؟ وإحنا نجهلها؟ أحياناً نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ أنه ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه ده بطانة الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير أكستر أوردينري الغير اللي هو أكستر أوردينري يعني غير تقليدي غير تقليدي متفرد أن بطانة الرحم لو اتفقنا أنها هي الجزء لو ده الرحم هي الجزء المبطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية إيه علاقته ببقية الجسم؟ كيف تتواجد هذه الخلايا في أماكن مختلفة؟ يعني إيه مريضة تيجي تنزف من الأنف فتجد بطانة رحم مهاجرة؟ يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجرة؟ يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحياناً لإرادي أو متكرر فتكتشف إنه مش التهاب دبطانة رحم مهاجرة إنه فيه دم في البول دم السرطان دبطانة رحم مهاجرة يعني إيه انتفاخ في البطن دبطانة رحم مهاجرة يعني إيه ألم في العضلات دبطانة رحم مهاجرة يعني إيه تعب لا تشف منه أبداً كورونيك فاتيك سندروم دبطانة رحم مهاجرة يعني إيه كحة وأزمة دبطانة رحم مهاجرة يعني إيه حمى بحر متوسط وتطلع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه مالتو بسكولوروزيس ويطلع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدرقية ويطلع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه بقر في الجسم طلعه ونديول وورق او رام في العضلة البطن تطلع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه دمور في عضلة ويطلع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه ألام ألم في السياتيكا والأعصاب ويطلع عن موضوع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيظهر امتى وزا كان ليه طوقت معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش زا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلاياه بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برة يعني فنلاقي انه هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفي بطنة رحم مهاجرة الله مش كنا بنقول لو شن الرحم نعالج بطنة رحم مهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عنده بطنة رحم مهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شن الرحم والمبيضين يبقى بالتالي اذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طلع من التبويد فشن المبيض اهو واذا كان هو بينزل من الرحم فشن الرحم اهو فتتحل المشكلة فلاقي ان فيه بطنة رحم مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعديه بطنة رحم مهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطنة رحم مهاجرة طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه طب ايه كمان بطنة رحم المهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطنة رحم المهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيسة لتشوكلت يعني الكيسة لتشوكلتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى أوفيرين واكسترا أوفيرين يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنجد نقسمها تاني داخل الحود وخارج الحود يعني لو جاد في المبيض والاعضاء المجاورة ليه فاتموها داخل الحود يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو الى اخر بالتلامس بس اتفصل ازاي اللي راحت الرئة وتفصل إزاي إن يحصل كاتامينيال نيوموسوركس يعني يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهريا أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطاني ترحم المهاجر رقم واحد هو أنا جالي ليه بطاني ترحم المهاجر زي أسئلة كتير جدا من البنات مش مانا للي جاني بطاني ترحم المهاجر وده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي دي فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو له علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضان الجميلات بتقول إيه بتقول لك بدأ بس يكون بدأ يكون شكل التهابي وصل لمرحلة الصديد فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحال الحتة دي مهمة قوي حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بارتيكولان سيستم بورولي فريش اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعاون مع الخلايا ده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض أو تضخم الطحال إحنا بنخاف منه ليه نفكر أنه ده قد يكون ورد قد يكون أوراق فتقول لكيميا لكيميا لينفوما الكلام اللي هو ده اللي كن السراطنات خالص أو إذا كان بدأ يحصل سراطنات الدم أو بدأ يحصل أيوة أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه ريتيكولان دوسيريال سيستم بقى بدأ يحصل وبدأ ينتج بقى هايبر بليزيا إحنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكيدية وستيب باي ستيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هالتوازن ما بين هرمون الإستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الإستروجين هرمون الإستروجين هرمون الإولوس وبالتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدواء الخارجية تبقى هرمون البروجسترون هرمون الإولوس زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الإستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنديها زي نظائر الجنادوتروبين عشان توقف الإستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحياناً على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده لإنه هو عنده مصنعات الإستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الإستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع إستروجين خاص بيها شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هابتورز اللي بتدور بتدور إنه هو ما يكونش الإستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هما أرايب واللي نسب بالبيطانت رحم الماجر تبقى موجودة فيهم تصل أحياناً لطبع أضعاف نلاقي كمان عندهم إن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بطانت الرحم والتوازن مع الميتالوبروتينز إنزايمز والتيشو الميتالوبروتينز إنهيباتورز يعني إنزيم موجود في بطانت الرحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعت بطانت الرحم وواحد تاني يوازن أن البطانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي إن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى إنفيزف تغزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة الرحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قلنا رجعنا للسوديو هنا وهنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة البولية رحم بص الموقع الرحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضحة الأمر قولي بس عايزة أشيل الكب تبعيته هنا نشيل ده كما أيوة كما تمام واضحة الصورة كما آه حلوة كليتين الكالية تنزل البول من الحالب هيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين إزاي بطانة الرحم المهاجرة إحنا اتفاني لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن إزاي تصاب المسانة البولية بطانة الرحم المهاجرة إزاي تصاب الحالبين بطانة الرحم المهاجرة إزاي تصاب الكلي بطانة الرحم المهاجرة المسانة البولية ممكن تصاب المسانة البولية بطانة الرحم المهاجرة يأما برايمر ليجن يأما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقل لها بالجوار يعني يأما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يأما بين فازايكو يوترين أو فاجين وفازايكل يأما بين الرحم والمسانة البولية يأما ما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة دي لو كان برايم ريليجن في المسانة البولية يأما إيتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده في الرحم أثناء عملية كيسرية أو استقصار رحم أو استقصار ورمليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب إيه؟ تشتاكب تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على إنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ آه ممكن نستقصة للورم؟ آه عن طريق إيه؟ يأما نخش بمنزار مسانة بولية؟ منزار في المسانة البولية؟ يأما على منزار البطن ونتعامل؟ طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من 15 حالة من داخل مستشفى الأمم في بطانة رحم مهاجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيدو عليها دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم آه تحتها الرحم لكن إحنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقا؟ يعملوا ضغط لو اعتبرت الكالية دي بتنزل البول كده آه والكالية دي بتنزل البول كده آه وبعدين هينزلوا في المسانة أيوه تتميل المسانة يخرج البول بره لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل إيه؟ حوض الحالب ده يتوسع يتوسع وبعدك هنا حوض الكلا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماماً الكالية دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لس وبعدين يحصل لها ضمحلال وتنكمش وتفشل تماماً يعني بمعنى أدك لو احنا اعتبرت عاوز أقولي ان حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين أكد ان كل واحد منهم بينزل اهو نرفحها بقى شوية دي لو احنا قلنا قادي الحالبين ماشي ماشي واضحة كده اه والأخدر ده حالب وبينزل نقاط البول والأزرق ده حالب تاني وبينزل نقاط البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول ان نزم الكلا باستمرار كده هنفض المسانة لو اي جزء افل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل ايه ارتشاح في حود الكلا وارتشاح في حود الماء بس تعالى نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانية الرحم المواجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية حالة مهمة في منطقة مهمة صعبة صعبة جدا وانها لو قلنا انها انها ندرة لا ده تصل دلوقتي مسانة البولية في مرض مسالك البولية اكتر من 80% من الحالات بتبقى موجودة في المسانة اكتر من 40% من بطانية الرحم المواجرة المتوغلة موجودة معها مسانة البولية من شكل اذا كان ساطحي او بدأت موجودة في العمق تعالى نشوف تعالى نشوف مع بعض ده المقديم مسانة والرحم ده مقديم مسانة والرحم ورم سرطاني في المسانة اتخذ عينة من منزار من المسانة في معهد القومي للأمرأة للسرطان وجات للمريضة وكان فيها بطانية رحم مهاجرة لما اتخذت عينة بمنزار المسانة جات المريضة ادي منزار البطن واحنا بنفك التصاق ما بين المسانة البولية وبين الرحم فكنا الالتصاق نسرع شوية الحركة لو سمحت انا هنا هنعمل ما بين منزار البطن وما بين منزار المسانة البولية فكنا الالتصاق بالتدريج من فوق الالتصاق ما بين المرض بطانية رحم المهاجرة في المسانة البولية العام البقرة حجمها حوالي اللي هيقل عن نشوفها في الاخرى حوالي 10 سنت كبيرة كانت كبيرة نيديول كبيرة بص المسانة البولية بص النيديول دي كبيرة عشان صنة دي مساحة كبيرة لما بتيجي تعمل بطانية رحم المهاجرة على المسانة البولية لازم تكون اعمل منزار مسانة ولازم تكون بص احنا مضلمنا هنا عشان نقدر نكتشف المرض وإحنا عاملين منزار المسانة هو المضيق تحت قد منزار البطن ومنزار المسانة في نفس التوقيت دكتور كريم عمر شغال بمنزار المسانة بيعمل هنا ايه هنا بيعمل دي ماركيشن جوة بالاندوسكوب في منزار المسانة لغاية لما حددنا المرض داخليا بمنزار المسانة من خلال منزار البطن احنا كنا محددين عاملين دي ماركيشن للمرض يعني ايه دي ماركيشن حددنا المرض المكان الطبيعي والغير طبيعي احنا هنا بنعمل ايه كنا بنقى بعض الاوعية الدموية اللي من المسانة احنا بنفتح المسانة ادي البروتون اللي مغطي المسانة ادي الفابت او الدهون اللي موجود على المسانة بدأت هنا افتح المسانة البولية واستقصل الجزء المرض اللي موجود من المسانة بنعمل كياننا بنعمل بارشار سيستيكتو جزء من استقصال المسانة البولية بالمرض نقلل السرعة نقلل السرعة عشان تبني السورة لو سمحت المرض اهو شوف البقرة اللي هي موجودة على الناحية اللي مين اللي مساكها دي شوف المرض كبير قد ايه بنقدر احنا محددين ما بين الجزء المصاب من المسانة البولية احنا دلوقتي بنتكلم على مرض بطانة رحم المهاجرة في المسانة البولية بعيدة عن بطانة رحم المهاجرة اللي في المبيض بعيدة عن بطانة رحم المهاجرة اللي موجودة في الحوض اللي موجودة على المستقيم اللي موجودة على الروابط العجازية لأ بنعرض النهاردة قد احنا كده داخل المسانة البولية ده فتحة مجرى البول ودي فتحة الحليبين هيبقى انه دلوقتي يمين وشمال لما بنعمل بنعمل دابل جي بنحط دعمات موجودة تخش في المسانة عشان المفروض ما يكونش المرض قريب من فتحة البول باتنين سنتي وإلا هيعمل استريكشر ويقفل الحالبين هيعمل دي استقصرنا المرض وبعد كده الخياطة تماما بالمنزار ممكن نجر الحتة دي بنقفل زي اي نسيك تقدر تتعامل مع المسانة البولية طبعا تقدر تستقصر منها البتاني ترحل مواجرة طبعا تقدر تشخص المرض اتفاقنا ممكن بتشخصه بالصنار وممكن يهرب منك من الصنار تشخصه بالمري ولو كان أقل من ثلاثة صمتي ممكن يهرب منك من التشخيص الامر اي هو أعلى في تشخيص عن الصنار وأضق كمان عن المنزار المسانة لو كان المرض انترميديت يعني ما عملش اختراق كامل للمسانة البولية وصل للمكوزة ممكن ما تشوفوش بمنزار المسانة قدل ما تشوف قد ايه وبعد كده بنطلعه برمورسريتور فرمناه وطلعناه بتاع الورد من ليفي اللي طلعنا منه اهد الورد عشان ما نفتح شفاعتها كبيرة وبنعمل البطن كلها ونشوف اذا كان فيه ملتي فوكل يعني هل فيه بطنة رحم مواجرة موجودة في اماكن اخرى غير المسانة البولية يبقى هنا احنا بصدد دي اول حالة من حالات بطنة رحم المواجرة الموجودة في المسانة البولية انت نورتنا لا خليك وسعد بهذه الزيارة سعدة غامرة وفي النهاية رسالك اسمحها منك انت اللي هتختب النهار لجمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل للمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل البطنة رحم المواجرة بابعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البرفنشان بيتر دان كيور البرفنشان بيتر دان كيور الوقاية خير من العلاج والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من الطقية انك يبقى فيه جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقول له وذلك اقرب للطقوة الطقوة هنا مش معنى انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبتع ودايما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية هتعيش في ألمانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا استاذ إبراهيم لقاء مع صديقي في أمريكا استاذ إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد واسعدني جدا احساسهم وهم بيقولولي ان احنا بنبقى مبسوطين جدا وحنا بنقدمكم لأمريكان او الهولنديين او الالمان على ان دول هم المصرين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقيين وخليكوا دايما مع دكتورين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة